اهلا بكم من جديد بعد سحب اوكراني اعتماد سفيرها في طهران اصدرت الخارجية الايرانية بيانا عبرت فيه عن اسف طهران لخفض كييف مستوى العلاقات بسبب ما تردد عن امداد روسيا بطائرات مسيرة ايرانية وكان الرئيس الاوكراني قد اتهم ايران بتوليد طائرات مسيرة لروسيا وضبط ثمانية منها صلتت صحيفة وولستري جونل الضوء على المسيرات الايرانية التي تستخدم روسيا في حربها ضد اوكرانيا فما هي انواعها وما هي تحديات مواجهتها وعلى ماذا يدل استخدامها نتابع روسيا توسع استخدام الطائرات المسيرة الايرانية في اوكرانيا تحت هذا العنوان رصدت صحيفة وولستري جونل الامريكية اسقاط القوات الاوكرانية اكثر من عشر طائرات مسيرة ايرانية عبر الخطوط الامامية للقتال مع روسيا بعدما الحقت اضرارا جسيمة بها وفقا لقولها الصحيفة نقلت عن القوات الجوية الاوكرانية بان المسيرات الايرانية تتنوع بين طراز شهد 136 ومهاجر 6 التي يمكنها حمل الصواريخ والاستطلاع في ان بحسب التقرير فان المسيرات الايرانية تتميز بكونها صغيرة نسبيا وتحلق على ارتفاع منخفضا جدا ما يجعل من الصعب على انظمة دفاع الجو الاوكرانية رصدها وفي التفاصيل اشارت الصحيفة الى ان المسيرات الايرانية المكتشفة في اوكرانيا تظهر بالالوان الروسية وتستخدم فوق مواقع المدرعات والمدفعية الاوكرانية في منطقة خاركوف الشمالية الشرقية في الختام اعتبرت الصحيفة هذا الاستخدام مؤشرا على امرين اولهما قصور المسيرات الروسية في مجابهة المسيرات التي نشرها الغرب في اوكرانيا وثانيهما فرصا تهزتها ايران لاختبار مسيراتها ضد انظمة الدفاع التابعة لنيتو اشتركوا في قناة الشرق للاخبار على يوتيوب لمواكبة اخرى التطورات والاحداث السياسية معي انا دينا فياض